نشرة واخبار الخامسة من الوطنية الأولى والبداية بالعنوين أعتذر لأن هذه النشرة ليس في عنوين ذن نبدأ بتطورة الوضع الوبائي أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا محجوب العوني اليوم أنه من غير المطروح مطلقا العودة إلى فرض الحجر الصحية الشامل في مواجهة الموجة الخامسة لكورونا في تونس وفد العوني بأن اللجنة العلمية التي اجتمعت أمس وتدرست أهم مسجدات الوضع الصحي أقرت الإبقاء على نفس الإجراءات الوقائية في مواجهة الجائحة وأوسط في هذا السياق بتكثيف جهود تطعيم ضد كورونا وخصوصا باستكمال الجرعة الثالثة التي توفر الحماية ضد العدوى بالمتحور أوميكرون وتوقيا من انتشار العدوى وارتفاع مؤشرات الإصابة دعت وزارة الصحة من جانبها إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي وإجبارية لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدية وتصدرت ولاية مدنين نسبة الإصابات بكورونا وطنيا بتجيلها نسبة 14.6% من التحليل الإيجابية وبخصوص العودة المدرسية استأنفت كل المؤسسات التربوية نشاطها ومنها حتى التي أغلقت قبل العطلة بعد العودة المدرسية عادت مختلف المؤسسات التربوية والأقسام التي أغلقت أبوابها قبل العطلة بسبب تفاشي فيروس كورونا في صفوف التلاميذة عادت للعمل جميعها مع حرص مختلف الأطراف المتداخلة على تأمين صحة عالية لكل التلاميذ والإطار التربوي العامل بهذه المؤسسات التربوية مؤسسات التربوية التي فتحت أبوابها معتها في وجه التلاميذ واستقبلت تلاميذها معناها كان معتاد معناها حتى إشكالية معتها في العودة المدرسية نعم حتى التي كانت معلقة أنهت فترة الغلاقة متاحة وكانت انتهت في العطلة وبالتالي العودة يوم أمس كانت لكل مؤسسات التربوية أسعينا خلال العطلة على تزويد جميع المؤسسات التربوية بكل ما يلزم للوقاية من مواد تنظيف وجال ولبافات إن شاء الله بطبيعة ما زلنا إلى حد الساعة ما زلنا قاعدين نوزعوا حارسين كل الحرص والتوسيات والاجتماعات وقت بكافة الساد المديرين حتى يقع تطبيق المرسوم عدد واحد اللي هو يستوجب دخول المؤسسات التربوية والإدارة الجهوية بتابعة الحال بما فيهم التلاميذ اللي فوق سنهم 18 سنة ما عاد يدخلوا إلا بالجواز الترقيح بطبيعة الحال عنا شوية صعوبات مع بعض زملائي ما لقحوش عودة مدرسية دون إشكالات عديدة في ولاية مدنينة لكن وضعا وبائيا وصف بالدقيق جدا بارتفاع أعداد الوفايات والحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا في ولاية مدنين ما رفع حالة الإيجابية أو نسبة الإيجابية في الجهة إلى 15% وطنيا معلسف الوضع الوبائي ما زال مع تدقيق في ولاية مدنين يعني ما زلنا نسجل في حالة مرتفعة مع حالة يعني معداد مرتفعة احنا مثلا خلال الـ 24 ساعة الماضي تم تزيين يعني 160 حالة إيجابية منها مزوز حالة وافدة ومئة وثمانية وخمسين حالة محلية ولاية مدنينة في الأيام الأخيرة صنفت من أكثر الجهات ارتفاعا في أعداد الإصابات ونسبة الوجوبية لحالات المؤكدة ما يجعل التوقي بمختلف الإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح السبيل الوحيد لتجاوز هذه الإشكالات عدت حركة العبور البرية بين تونس والجزائر بصفة جزئية اليوم على مستوى المعبر الحدودي حزوى من ولاية توزر بعبور أول سيارة من تونس في اتجاه الجزائر لتونسي مقيم بهذا البلد الشقيق ذلك بعد غلق دام لنحو سنتين بسبب جائحة كورونا وفق ما ذكره مصدر من شرطة الحدود والأجانب بالمعبر وأوضح المصدر ذاته أن حركة العبور في الاتجاهين تشمل في مرحلة أولى المقيمين من التونسيين والجزائرين بالبلدين والرغبين في العودة إلى مقرات إقامتهم لتشمل في الأسابيع المقبلة بقية الرغبين في العبور في الاتجاهين وضف أن العبور مشروط بالاستظهار بجواز تلقيح وتحليل لفيروس كورونا على أن يتجاوز ستا وثلاثين ساعة لافتا إلى تواجد الفرق الصحية على عين المكان للغرض التقت رئيسة الحكومة نجلة بودن أمسي بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تتقدمهم رئيسة الهيئة كاوثر ناجي التي سلمتها التقرير السنوي للهيئة لسنة ألفين وعشرين ويتضمن التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة عشرين وألفين وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة يتضمن عديد المحاور أهمها نشاط الهيئة وتنفيذ الميزانية إلى جانب تقييم بعض مجالات التصرف التي تركزت في التقرير الأخير على ملف السكن الاجتماعي وبرنامج البعثين الشبان مع النظر في إشكالات النص المتعلق بالبنايات المدنية والمقترحات المطروحة قصد إضفاء حركية لسفقات الأشغال كما شمل تقرير تقييما لصندوق 18-18 المخصص لمجابهة جائحة كورونا مع تقديم بعض التوصيات في هذا الخصوص دخل أعوان الشركة التونسية للنقل بين المدن في ولايات تونس الكبرى في إضراب على العمل بثلاثة أيام بسبب ما اعتبروه مماطلة السلطة الإشراف في تنفيذ اتفاقية سابقة تهم مطالب إصلاحية للمؤسسة شأنه شأن عديد المواطنين تفاجأ هذا المواطن بإضراب أعوان الشركة التونسية للنقل بين المدن في ولايات تونس الكبرى الذي ينفذونه بسبب ما اعتبروه مماطلة سلطة الإشراف في تنفيذ اتفاقيات سابقة تهم مطالب مالية وإصلاحية للمؤسسة بالأسس ما هو إضراب فجأي هو بالعكس إضراب قانوني ونبهنا به ودجا عن برقية إضراب قديمة برشا فأنت عندها شهر ونص وصارت عديد المفاوضات وعديد الجلسات ما كانت تعاون من قبل سلطة الإشراف وما كانت تنفيذ المطالب المشروع لاهي مطالب مادية لحد شيء خوية مطالب تخص يعني دايمومة المؤسسة ما عنيش طب فهمت خوية الغالي برسونال يعني اللي هو من حقه فهمت كيومر ذياجة بيبي داوي ياجة فرماسية خدوية اليوم صباحنا نخدمه بستين بخمسين كار وفي حالة يرثى لها المسافرين تتشك ونحن في الواجهة جي تتكلم قولك بيز درشانج ما فهماش كار تتضرب فيمتي تقعد هكاكا ساعة تشوف كار حالتها مزر يدور في الكياس تصور من 2011 ما فهماش انتداب يا رسول الله ننتبو ستة سواق من 2011 إلى اليوم الساعتي هذا وعنا الشوفور كلها بظهوراتها مريضة وكانت الشركة التونسية للنقل بين المدن أعلنت عن تسجيل اضطراب في سير حافلاتها التي تنطلق من تونس الكبرى بعد تمسك الطرف النقبي بتنفيذ إضرابه اليوم وقالت الشركة في بلاغ لها أمس أنه يمكن للحرفة استرجاع مبالغ تذاكرهم أو استعمالها في حجوزات يوم غدن الخميس كما دعت ممثل الأعوان إلى مواصلة الحوار ومراعاة وضعية المؤسسة للمحافظة على ديممتها وتأمين المرفق العام استقبل المستشفى الجيوي بسيدي بوزيد خمس عاملات في القطاع الفلاحي إثر إصابة هنب في حادث مرور جد اليوم بمنطقة جلمة وقد أكدت مصادر طبيان الإصابات متفاوتة الخطورة هذا وأصفر حادث ثاني جد صباح اليوم بمنطقة ولد خليفة تابعة لمعتمدية بيرا الحفي من وليد سيدي بوزيد عن وفاة عاملة بالقطاع الفلاحي وإصابة ثلاث عاملات أخريات أثناء انتظارهن سيارة النقل التي ستقلهن إلى حتى ضيعات الفلاحية حزب مصدر أمني مرور أول من مدينة جلمة في خمسة مصابين تم تقديم العلاج لهم في القسم الاستعجالي كشفات طبية ومراقبة الإصابات لا تصيش خطورة كبيرة برشا يعني تم رضوض ورضوخ على جميع المرضى كلهم تلقوا الأسعافات الأولية أو غادر القسم الاستعجالي الحمد لله حالة مصطحية ما يش اختير برشا بالتزامن مع حادث جلمة فما حادث مرور ثاني جانا من معتمدية بير لحفي فيها يعني مصابة جراء حادث مرور وهي زادة عاملة بالقطاع الفلاحي وسط القسم الاستعجالي في حالة حرجة تم التدخل في الإبان من طرف الطبيب القسم الاستعجالي والإطار الطبي وشبه الطبي للأسف توفيت بعد ما حاولوا إسعافها في ولاية جابس يشك موسم جني الزيتون على نهايته موسم كان حسب عدد من الفلاحين صعبا ووصفوا الانتاج بالضعيف جراء عدة عوامل مناخية منها قلة الأمطار بالإضافة إلى جني الزيتون قبل نضجه أوشك موسم جني الزيتون بولاية جابس على النهاية وبلغت نسبة تقدم هذا الموسم 87% موسم جني الزيتون كان وبشهادة العديد من الفلاحين موسما صعبا وتميز بضعف الإنتاج موسم أوشك على النهاية بدنا نخدمه نهار ونرتاحه نهار والزيتون السنية بحكم أن كمية الزيتون ضعيفة الموسم بديه بكري وانتهى قبل العادة قام موسم ضعيف الزيتون شوي القطوع متعزيت أقل من عام نو موسم ما هوش موسم السنية برسم الزيتون نقص الأمطار ونقص المياه وكذا واحد ما مخليش الانتاج صبابة هي بعض الفلاحين في الحامة لهم تقاليد في جني الزيتون حيث يقومون بجني الزيتون مع نهاية شهر ديسمبر وبداية شهر جنفي من كل سنة قبل الليالي ظلي موش قاطع بالحق بالحق ظلي الزيتون طفع بالمية وما يقطعش الزيت وتوي كاعد كيف دخلوا الليالي البيضة بحول الليالي ما عادش عندها شك بالزيت معنا ما يظهرش كيف يجو الليالي البيض الزيتونة تعطي أقصى ما يمكن من الزيت في الكعبة نجمعوه وقت اللي يبدو فيها في الزيتونة ثلاث ألوان اللون الأسود واللون النص بنص والكعبة الخضراء وقت تولي الكعبة خضراء تعطي زيت أخضر وتعطي زيت جيد ممتاز نجمعوه مثلا النهار والاثنين بعد ذلك نعدوه للمعصرة باش نعصره باش نحافظه على جودة الزيت العالية برشة فلاحة يجمع الزيتون في غير وقته وقت النجمعوه في غير وقته يعطينا كمية متع زيت أقل هذا الشيء اللي يخلي برشة فلاحة يقوله اش بيه الزيتون قطعنا سنية شوي زيت طبيعي جدا أنت جنيته في غير وقته صابت الزيتون للموسم الحالي قدرت في ولاية جيبس بحوالي 34 ألف طن متأتي في أغلبها من القطاع السقوي ينفذ سائق شحنات نقل المحروقات منظر واتحاد عمل تونس أيام السادس والسابع والثامن من جامف الحالي إضرابا عاما عن العمل تتوقف بمجيبه عملية توزيع المحروقات على كامل تراب الجمهورية ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميسة حسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للنقل باتحاد عمل تونس نوفل العوني العوني أوضح اليوم خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة أن هذا الإضراب جاء إثر فشل الجلسة الصلحية المنعقدة أمس الأول وعدم إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية مطالب مختلف الأطرف عنا المطلب الأول هو تصنيف نقل المحروقات عنا مطلب تفعيل فيش دفونكشون عنا مطلب إلغاء كاميرا مراقبة داخل الشاحنات وعنا مطلب الكف عن هرسلة السويق داخل مستدعى التعب مديني دينا مننا منحبوش الأذراب ضد الأذراب أما التلزينا وكيما قلت لكم في ثلاثة جلسات نجلسوا والأخ سيد منظر دمق المتفقد العام حرص على بش ما يصيريش الأذرابة ذاية والكل ما رأنا مفهمة جدية للتفاوض ما جاءونا بحث شيء بعثنا لهم برقيات بعثنا الناس كلها علمناهم بأمور قانونية بعثنا وزارة النقل بعثنا رئاسة الحكومة بعثنا وزارة الشمعية بعثنا الوزارة المالية لكلهم ما حضرتش وزارة المالية ما حضرتش وزارة التجارة حضرت وزارة النقل وحضرت وزارة الطاقة في الشمعية الخراني اللي صار للنهار الثالثة جونفي 2022 في وقفة احتجاجية نفذها عمال الحضائر بساحة القصبة طالبوا بتفعيل الأمر الحكومي 436 القاضي بتسوية وضعية من تجاوز سنهم 45 سنة مستنكرين اعلن رئاسة الحكومة قرار انتداب من سنهم دون 45 سنة دون غيرهما القانون 27 اللي صادق عليه سيد رئيس الجمهورية في 11 جون وهبطت له اوامر امر حكومي في 19 جون يقضي بتسوية وضعية عمال الحضائر من تجاوز سنه 45 الى حدود 55 ما فوجئنا به في ميزانية بودن لـ 2022 تقول لك باش ننتدب من هم اقل من 45 والبقية يستنوا باش تعطينا 20 الف دينار لكل عامل كي نحسبو 15 280 في العشرين مليون نلقاوه 380 مليار 380 مليار اذيكا فلوسنا او لابينا نترسمو باها احنا احنا ديجا ماناش في اطار ترسيم ولا معناها انتداب احنا في اطار تسوية وضعية لكن الى متى سؤال يطرح روحوا الى متى باش يقعد عامل الحذيرة اللي فوق الـ 45 سنة يستنى بالمنطق بقوانين السماوات والارض دي ما نبدأو بالكبير قبل ومش ان نتسوي وضعية الصغيرة على حساب الكبير ان شاء الله الحكومة تكون قد تطلعات عمال الحذائر اللي يجيوا اليوم رغم ظروفهم المأساوية رغم اللي هم ما عادش عندهم باش ينجموا يقاوموا حتى لعمر لعمر اقهارهم بعد غلق مصب للفضلات بجزيرة جربة ازداد الوضع البيئي تأزما بلجها وقد طالب الاهالي بضرورة توفير مصب مراقب في جزيرة جربة عود على بدء للبلف البيئي لما اغلق مصب تالب للفضلات فباتت الحويات ملأ بالفضلات بشوارع الجزيرة بمعتمادياتها ثلاثة في نتيجة مباشرة لغلق الاهالي للمصب المطالبين بوضع حد لما اسموه بالكارثة الحقيقية التي تهدد الجزيرة استنينا استنينا سبرنا شوف من عم قداش حنا نقبله في الزبلة معنا ما فهم حتى بوادر جديدة متاع مصب لتثمين نفايات ولا اي حكاية 2021 معناها مع بداية القمة الفرانكفونية على اساس بشوفونا حل في الضاطة متاع 31 ديسمبر ما صار شيء بلدية جربا ميدون الواقع بها مصب تالبت بمنطقة سدوي كشا تؤكد أن غلق هذا المصب العشوائي جاء بعد استفاء أجال محددة متفق عليها مشيرة إلى أن التسريع في إنجاز وحدة لتثمين نفايات المشروع المعطلة يعد الحل الأساسي لهذا الملف بلاد ما نقعد تحمل فيها عبئة كبيرة يسر ورغم الاتفاقات التي صارت قبلها خارج طريق التي تعملت منذ 20 أبريل 2020 لكن لم يتم تنفيذ فيها أجزاء كبيرة منها اليوم ما ثم ولا عندنا احتقان اجتماعي كبير نحب نوصل ونحلح الوضع ونعمل منوال بيئة جديد بناء على المنطقة الصناعية الموعود بها منذ مدة والتي تخصصت لها معنى مدة خر عقاري صناعي بربع صين هكتار فيهم 15 هكتار معنى لإنشاء وحدة تثمين ومعالجة النفايات اليوم الظروف كلها ملاءمة في جزيرة جربا بيش تعمل برنامج نموذجي ممكن يكون معناها قدوة في بقية الجهات ننتظر في القرارات المهمة بإحداث المطقة الصناعية والوحدة هذه ويبقى مرور الوقت دون تفاعل حقيقي من السلطات المركزية بخصوص إيجاد حل لهذا الملف يعد بحسب المواطنين والمسؤولين المحليين عاملا أساسيا في تفاقم الوضع البيئي وتأزمه من عدمه بالجزيرة في قادم الأيام وصلنا مشاهدين إلى ختم النشرة شكرا لتيب المتابعة بقيت متابعة طيبة لبرمجنا نكونوا بخير إلى اللقاء